موسيقى مصطلح دايما فيه مصطلحات كده بنبقى بنسمحها ومش عارفينها قوي التنمية المستدامة ريادة الاعمال فيه كده كلام شوية بيبقى لازم نتكلم فيه عشان نعرفه ريادة الاعمال ببساطة جدا عشان طبعا بالتأكيد هنتكلم مع دفتنا عن مفهوم ريادة الاعمال لكن خلينا اقول لحضراتكم ببساطة كده هي ان انت تقدر تبقى صاحب مشروع مختلف بفكر مختلف وتقدر تحل مشاكل هذي المشروع بفكر متطور وبفكر مختلف التعامل دايما مع المشكلات اللي بتواجه المشروعات لو تعاملنا بيها بالشكل التقليدي ما بتنجحش لازم يبقى فيه طريقة مختلفة فكر مختلف ابتكار في حلول هذي المشكلات خلال السليم اللي فاتت يمكن كل ولادنا وهحكي لحضراتكم حكاها صغيرة كده انه اه كان ابن حد من اصدقائي جايب مجموعة كبير جدا في السنوية العامة فالمفروض ان يخش كليات من القمة طب او هندسة هو قال انا يخش بيزنس وكانت حوار كبير جدا والاب كان اه محاسس انه خسارة المجموعة ده انه يدخله بيزنس لكن في النهاية الولد دخل بيزنس وهو في سنة تالتة اشتغل خد كورسات كده مختلفة اشتغل في شركات عالمية وبسم الله ما شاء الله ياخد مرتبات خوالية عشان كده الفكر اختلف فكر ان انا اولا فكر اه كليات القمة اختلفت الشغل نفسه اختلف اه البيزنس النهارده بقى شيء مهم جدا ممكن من خلاله تبقى رائد اعمال ومصطلح رائد الاعمال ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية خلال السنين اللي جاية بشكل جدير جدا ازاي تبقى رائد اعمال ده اللي هنتكلم فيه النهارده ازاي ايضا يبقى عندك فكر ريادة الاعمال لازم نتكلم فيه النهارده وهنتكلم كمان ازاي نقدر نوصل بجيل جديد وجيل اه اه الحقيقة اه عنده دراية اكتر مننا مش عايز اقول اه بيعرف اكتر مننا لكن هو عنده دراية اكتر مننا بحاجات كتير جدا عشان كده دايما خلوا اختيارات ولادكو ما تاخدوهاش على ان هي فيها قلة خبرة وقلة سن خالص ريادة الاعمال اه شيء مهم جدا خلال الفترة القادمة هو موجود يمكن بقالوا سنتين بشكل اه كبير لكن الفترة اللي جاية هنشوف ريادة الاعمال في مشروعات كتيرة جدا بشكل كبير جدا ممكن يبقى رائد الاعمال حل مشكلة بسيطة جدا فحاجة مش موجودة بقى رائد اعمال ديها بعد الفاصل لقاءنا مع الدكتورة سهيلة محمود الباحث الاقتصادي وصاحبة تجربة كبيرة جدا في ريادة الاعمال بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم عن ريادة الاعمال ودورها خلال الفترة القادمة استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما نصري تنطلق ونفضل دايما في استوديو الشارع ونبد الشارع النصري اشتركوا في القناة 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 مش هارها دكتورة سوهيلة بقية العمال التكنولوجي مش كده؟ ندخل المجتمعية والتكنولوجي اللي تنين مع بعض بيمشوا بنفس إبعاد توازي مع بعض المجتمعية المجتمعية بتحل مشاكل موجودة زي في تجارب كتيرة جداً الزبط سيدة في المينيا عملت حاجة بديل يمكن للأعلاف ده يعتبر رياضة أعمال ده يعتبر رياضة أعمال ده المجتمعية لكن التكنولوجي بقى يمكن منشوفها بشكل جديد بيحل مشاكل المكتعم فكرة جديدة زي الابليكيشن بدأت تطلع علينا ويبقى مثل شباب عمين الابليكيشن الابليكيشن ده حل مشكلة مواصلات ده مسل كدير لرياضة الأعمال؟ اه طبعاً لانه هو النهاردة التكنولوجي بعمل ابليكيشن حل مشكلة مواصلات عمل ابليكيشن تاني حل مشكلة دينة زي تحصل على سنعة الماء عمل ابليكيشن تالت على الموبايل مجارد حول لك الخدمة بدل ما انت بتنزل تروح تركب مواصلات الكاملة كلها انت بيت بيجيب المواصلات عندك بابليكيشن او بتروح تركب حياته طبعاً هسأل حضرتك هو رياضة الأعمال تتقال علي المشروعات اللي بتنتشر بس ولا اللي بتحل مشاكل اللي ليها تأثير ايجابي في المكتبة؟ ممكن يبقى لها تأثير بتأثير سلبي عشان كده انا بس اقل حضرتك هل مصطلح رياضة الأعمال يتقال بس على التأثير الايجابي في المكتبة؟ طيب نقول رياضة الأعمال هو فكرة بتكون الفكرة صالحة مش طالحة ده اول فمنفعش نقول على حد رائد أعمال ان هو بيعمل لنا مشروعات بتدمر المجتمع صحيح فبالتالي بيعمل لنا مش برائد أعمال لكن هو اولا كده حد بيدمر المجتمع لكن رائد الأعمال هو الفكرة ان هو بيخلق فرص عمل بيخلق فكرة بديية بيخلق يعني يجاد فترة من فترات الناس كلها بدأت تمام مشروع معين بس المشروع معانا ده امتشر بطريقة واسعة جداً على مستقيم محافظات الجمهورة كلها بس المشروع ده باقي يكون يمشي خطوة نكحة جداً لكن مع التطور التكنولوجي ما صمتش لكن في حد بتقيم وبالضبط ومقدرش يسلط كمان امان الحداثة لكن هنا لما نجي مشوف حد خاد الفكرة بقى المشروع المتشر ده وراح مطوره لا انبي التطور لا انبي الحداثة وراح في نفس الوقت حل مشكلة مثلاً قارية ما بيوصل لهاش اه الارسال مثلاً للموبايلات او الاتصال او مثلاً يحصل على بعض الخدمات الحكومية زي مثلاً ان احنا في احد الكرة لما كنا بنعمل بادراتها مع المجلس الشريب كنا بنشوف اي مشكلة البلد دي فقالوا ان احنا موسق انه هو حيبقى شهادات الميلاد ويعمل مثلاً مش البطاقة طبعاً شهادات الميلاد اي مستخرجات الدولة بتبقى عايزية فبتالي هو يوفر داي خليني اسأل حضرتك فيه ربط بين بيادة الاعمال وبين التحول للرقم؟ اكيد طبعاً من بيادة الاعمال والتحول للرقم عشان نعطبق انها بكان بيادة اعمال تكنولوجي وهنا عشان بقى بيادة اعمال تكنولوجيا لازم اكون مرتبطة للتحول للرقم للدولة والدولة المهاردة مش هتقدر عشان توفر الخدمات الرقمية لازم هتوفرها عن طريق بوابات فالبوابات دي هتكون عن طريق بعض المشروعات اللي هتكون بتوفر فرص عمل الشباب هي فكرة ان ريادة الاعمال تختلف ايه عن المشروع الصغير العادي جداً؟ ان فكرة المشروع الصغير العادي هي فكرة ممكن تتطيرها ممكن تتطيرش ممكن تبقى قديمها ممكن مستحدثة لكن ريادة الاعمال هي فكرة المستحدثات في العصر الحديث يعني وصلاً لما حصل فترة كورونا زهرت بعض المشروعات الجديدة جداً ما كناش نقدم نقول ان المشروعات دي كانت هتبقى معجودة لما كانش فيه فترة ان حصل صمت ما فيش حد بيتحرق لكن التكنولوجيا حلت مشاكل كتير جداً وبالطالي حققت فرص عمل كبير سيد تعليم عن بعض الحقيقة ده مسهل كبير جداً دايماً بنقوله انه فكرة وجود الكورونا وقت الكورونا خلقت شتظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وفنية عن بعض. فكل الكلام ده الزكاء الاصطناعي والتحاول الرقمي والكلام اللي كله شارك فيه. ودلوقتي كمان اصبح ان التحاول الرقمي موجود والديجيتاليزيشن موجودة. وكمان بقى الزكاء الاصطناعي. وده بقى اصبح بيوفر حاجات اكتر. فلازم بيبقى فيه افكار اكتر حداثة بيبقى فيها ريادة اعمال. يمكن نخرجنا احمد معوض في الايربيز بيسأل حضرتك فكرة انه نبتدي نعلم ولادنا الكترونيا زي التابلت اللي بنشوفه فيه المرحلة السنوية. ده ممكن يخلق جيل جديد من آآ ريادة الاعمال. ريادة الاعمال ممكن يكونوا من مرحلة ريادة الاطفال مش بلازم مرحلة السنوية. مم. فبتبقى هنا ضيقنا فهنا منه. لانه فيه. بقى سألنا ازاي في ريادة الاطفال هي برائد اعمال يا فهنا. بتأجربة بسيطة جدا انه هو اولا بتعلمه ازاي فكرة ريادة الاعمال. هو يعني ايه رائد اعمال. يعني انا عندي فكرة ازاي الفكرة دي حولها. والفكرة دي حل مشكلة. فانه افترض انه هنا بيتعلمه الكلام ده في بعض المدارس. انه النهاردة مش هارفين يجيبه دي. خلاص. فالهدين هو هيبتكر رسالة معينة. حراملها ابليكيش. يا كده رائد اعمال. وابحها. فهو كده بقى رائد اعمال مصغر. خلاص. النهاردة مسلا انه 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 لما نيجي يتكلم في غلاء الاسعار. ان حد عمل ابليكيشن جمع فيه اماكن من سبب ملكة مسلا اللي بتعمل العروض والكلام ده كله. فالناس دي وبالجملة. خلاص فنقدر يفلك الكلام ده وقدر يجيبه. ده فكرة. حلو بيا مشكلة. داي خليني اسأل حضرتك على من نطلق على من نطلق لقب رائد اعمال. من يفكر خارج الصندوق. اي حد يفكر خارج الصندوق هو رائد اعمال. مش مش بالزبط. اي حد بيفكر خارج الصندوق ويقدر يحول فكرة دي. لحاجة يخبرج الملوز. بالزبط. والواقع الملوز ده اهم حاجة في الدنيا. ان هو يبقى يكون واقع ملائم لطبيعة المجتمع والعاداته وتقاليده. دكتورة سهلة لو انا عندي افكار كتير. ومش قادر اه ان الافكار دي تتنفذ على الارض. من ممكن يقبقى رائد اعمال ولا لسه رائد اعمال لم يكتمم. هو نقول حاجتين. انا عندي فيه ناس بتاعش كل شغلتها في بعض الشركات الكبرى. بتفكر بس. بتفكه بس. وده هو شغلته يفكر. وبيبيع فكرته. حتى في بعض المواقع النشورة جدا. اسمها المواقع بنك الافكار. انت ممكن تبع فكرتك. خلاص وهو بياخدها ويحولها الكرام ده كله. بس ده مش رائد اعمال. لك رائد اعمال انت خدت الفكرة بتاعتك بتعديد لها اعادة سياها. ونشوف امكانية تنفيذها ازاي. يعني ده ما المشكلة احنا دي كورشوس مسلا للناس. اا اا نقولوهم انت كلكم عندكم افكار تمام جدا. الفكرة بتاعتك ما الفكرته نقدر نقول انها ولقمة وقبلة للتنفيذ. تميل فكرته مستحيلة. طب مستحيلة ليه? وان مشكلة بتاعتها. نبتجي نشوف المشكلة. العاقق التنويه للنهاردة مبقاش ازمة. مبقاش عاقق زي زمان. ان هاو ده فيه المشروعات بتبدأ من مافيش. من ممكن مافيش فلوس. بخصوص المشروعات التكنولوجيا. خلاص? اصبح كمان ان في حاجة اسمها مبقاش فيها اتعمال بس فيها اتعمال. اللي هو ايه? اتعمال يعني يدير بقى كل المشاريع اللي حوليه. كل فكرته انه هو يربط بينه المشروعاته وبعدها بحسيانا المشروعات الصغيرة اللي حوليه تبقى عنقضية. هي تخدم تبقى صناعة كبيرة. وده دية كبيرة قامت على الموضوع ده. قامت اني حولت مشروعات صغيرة تبقى بتحايل لصناع بتتنويه الصناعات الوسيطة مع تكيه الصناعات الكبيرة. فالنهاردة رائد اعمال هو نهاردة مش هانا عملت فكرة. لأ يلا هنعني عندي فكرة. هي مش فكرة ان احنا بنوض مع بعض ونطلع فكرة. ويلا هنحول هلأ الفكرة. ازاي ان انت هتقول انا عندي فكرة ما? والفكرة المادي يلا هنعني نعملها. بتعملها دراسة ده وبتشوف امكانية تطبقها ايه? وبنقلها ليه هنشوف ماذا تنفذها. وبتعملها اختبار قبل ما تعملها الحقيقة. بتعملها اختبار وبتشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي? الكورونا بالنسبة لنا كانت اكبر سيزون لرياضي الاعمال ان هم يظهروا. الناس بتاوي التفكر زي ما حضرتك قلتي خارج الصندوق. بالضبط. وبتدينا نشوف ايه الافكار اللي ممكن تتنفذ على الارض. فيبقى صاحبها رائد اعمال او هي الافكار لم تكتمل زي ما حضرتك قلتي بالمصطلح ده. فهو لسه لم يصل انه يكون رائد اعمال. لسه? فبقيت الحلقة ذكرت قصة وفكرة انه الشباب بقى تفكيرها دلوقتي حتى لو دابت مجموعة كبير جدا ان هو يروح للبيزنس. ما بقتش خلاص كليات الطب والهندسة هي كليات القمة. بقى فيه كليات تانية. ايضا كليات قمة مع بعض الكورسات اللي ممكن دورات التدريبية اللي ياخدوها بيبقى صاحب اه اه يعني او الدارس بيبقى في حتة تانية من ريادة الاعمال. اه نصيت حضرتك والشباب وايضا لأوليها الامور لو ابني عايز يدرس بيزنس و جايد مجموع كبير اوديه ولا انا كده بضيع مستقبله? هم لا لا بصي البيزنس عمدتها ما بتضيعش مستقبل لانه ان التحرك في البيزنس بتبقى اه اه كان على اه جنة اللي كليات ما فيش طبق او هندس كلية التجارة دي كان في حاجة عادية اه اه وده كلية التجارة كانت زمان بالمفروم انه اربع خمس اقسام او قسمين بالكتير اه. ما بقاش ذا موجود اه حده في اقسام مختلفة في حتى الدراسة داخل القلية بقت مختلفة تماما والقورس مختلفة اهم اه ان انا اخذ 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 الكمبيوتر وكده ما اشتغل. كان زمان كده. ده كان زمان. نقدر الوقتي في حاجة اسمها ان انا بتخصص في دراسة اللي هون الهو الترقار او انها مزار قديم موظفين. خلاص فده احد الحاجات الكورسيسي الموجودة جوه كله التجارة. كمان ان انا اقدر عمل حاجة اسمها البرزنس دفارم. وده بقى مجال جديد مع التكنولوجي ومع الزكاء الاصطناعي. ان انا حتى لانا موجود داخل شركة وده اهم شخص مهار ده موجود في الشركة وده اللي فعلا زمان حاجة بتقول دخله بيبقى كبير شوية. لان هو ده اللي بيخلي الشركة طول الوقت موجودة. فيها استثمارات. وفيها استدامة. يعني هو شخص ده دوره ان هو بيشوف الشركة مواطن القوة فين مواطن الضعف فين. وامتنية تجديد الشركة عشان تطلع تفضل مستمرة في الانتاج وتفضل مستمرة في السوق. فيه مستلح تاني اسم التنفسية. ازاي التنفسية ازاي الشركة بتاعتي تقدر تنافس في ظل العولمة والتجارة الدولية والتجارة الالكترونية. بس ما فيش تنية بتطلع رائد اعمال لدكتورة سهيل. لكن اه ممكن نشوف ده بعد كده. اه. اكيد هو في في الاتجاه ده في بعض الجماعات. مما يتجي. هو مش يطلع رائد اعمال مع كلمة رائد اعمال. ولكن يكون بيجهز الخريج يحس ان هو يكون عنده فكر ايادة الاعمال. مم. وفكر ايادة الاعمال هنا زي يقول حركة مش فكرة انا عندي فكرة حولتها المشروع وبس. لأ انا عندي فكرة حولتها المشروع. قدرت الفكرة عشان اخرج المشروع ده وقدرت العسارات اللي بتواجهها الفكرة. كيف تصبح رائد اعمال? عنوان كبير. طبعا. وسؤال كبير لحضرتك. طبعا. هيبحتاج اجابة. كيف تصبح رائد اعمال? طيب كيف تصبح رائد اعمال? اول حاجة فكر برا الصندوق. مم. تاني حاجة دايما نشوف اللي حقالك محتاجين ايه? وانت تقدر تقدم لهم المساعدة ازاي? بس بطريقة مش هنقول ان احنا انا لحد شي سات حد لأ ولكن نقول ايه? بطريقة متقرة. خلاص? اه مسلا اه حاجة التالتة ان انت مش ان انت متشتغلش متشتغلش في شركة او حاجة بس ممكن دايما نشوف الشركة انت بتشتغل فيها رايحة فين واتجاهها ازاي بتقدر تطورها ازاي? خلاص? اه الحاجة اللي بعد كده ازاي بتستثمي الفلوس اللي معيك من ان هو صغير. عشان كده بقول لحضرتك ان رائد الاعمال ممكن انا منه من وهو في مرحلة ريادة الاطفال. ما هي ريادة الاعمال القابلة للتطوير? الحقيقة انا باخد من كلام حضرتك وبحط الاسئلة لانه الحوار شايق جدا وكلام حضرتك مثمر جدا. اه ازاي ايه هي اه ريادة الاعمال القابلة للتطوير? احنا اتفقنا في الاول احنا عندنا مستلح ريادة الاعمال. صافي لكن تم اضافة على ريادة الاعمال المجتمعية وريادة الاعمال المستدمة. طيب المستدمة المعنى ايه? ان انت ازاي تفضل تطور المشروع بتاعك. هم. تعال حياك ناخد عن المشروع بسيط جدا. لو انا قررت ان انا حامل مشروع مرتبط بالتكناجينة وعفر خدمات للمجتمع المحببية. طيب دخلت ده المعاردة ان الدولة راح اتقلت لا ده فيه ابليكيشن على الموبايل انها يتخلص الموضوع ده مش بحتاجني. يبقى انا بالتاني المشروع كده اتعرض لان فيه حداثة لليل حصل تعصر. طب انا ممكن اعمل اهجة تانية. انا ممكن اقول لا طب انا مش هعمل الخدمات الحكومية بس. ولكن انا ممكن اوفر بعض الخدمات الجديدة لان احط سرعة في اداء الخدمة بتاعتي. فبالتاني انا هتطورت الموضوع. طب انا ممكن اعمل الابليكيشن بيبقى بنباسك فيه المعلومات اللي جاية من الدولة. وبالتالي اواصل الابليكيشن ده عشان لو وقع من عند الدولة. يبقى اناك ابليكيشن بتاعي جاهز. وافضل افكر ده الصندوق على طول. ادير الخسارة بتاعتي. وده اهم موضوع موجود في ريادة الاعمال. ان ما فيش حاجة اسمع. ان انا خسرت ان انت اعمل حسابك ان انت اول سنة قعدة. اول سنة ما بتكسبش لكن تاني سنة انت هتكسب. لأ انت ممكن تقعد اول ثلاث سنة ما بتكسبش. ليه؟ لاني ما ينفعش اول مكسب. اول سنة اول ارباح بتطلع لك ده مش مكسب. ده انت بتسترد يا اسمالك ان انت دفعته في الاول. في اما تعيد الاستثمار و اما تفكر في الحداثة. طيب التنمية طيب انا ممكن اعمل مستدامة اكتر لمشروع لانا حول مشروع يكون مشروع اخضر. فاستسمي الحاجات صديقة للبيئة اطلع منتج صديقة للبيئة اعمل منتج جديد. أنبتاز اوشوف دايماً لما بتتلم. لم يحد يتكلم عنده مشكلة في مشروع. بنقول فكل في خط انتج تاني يتمل خط انتاجك الاصلي. وبالتالي انت تحافظ دائماً على استدامة مشروعك. دكتورة الشغيلة بنقول في مشروع كدير و مشروع صغير. هل نأجد نقول فيه ريادة اعمال كبيرة و ريادة أعمال صغيرة؟. نقول فيه حضنات." عضنات لريادة ile اعمال. لريادة الاعمال و فيه ريادة اعمال و فيه مشروعات صغيرة بقى لهم الراجل الأعمال الصغارين نعرف بقى من حضراتك إيه هي حضنات الأعمال حضنات الأعمال دي الدولة طبعا بتوفر فيها حضنات خاصة بالدولة زي الحضنات التكنولوجية تبع البحث العيني وفيه بعض الحضنات الراجل الأعمال خلاص تبعها لرجال أعمال كبار خلاص هو أساسا رائد أعمال كبير اللي بذكرتين في الأول اللي هو بيبقى عايز ياخد أفكار وهو ينفزه بالعكس هو ينفز الفكرة ولكن برعاية حضنات الأعمال دي بحيث أنها بتوفر له كل الحلول أو سليوشن لبعض المشاكل اللي بتوجهه مثلا ممكن توفر له دورات تدريبية لو هو عنده أزمة في إقدارة بعض المهارات مثلا ممكن توفر له مشكلة ما استشارات بعد الاستشارات فالحضنات الأعمال دي بتوفر حلول للمشاكل اللي بوجهها الرئيق رواد الأعمال الصغاري عشان أبقى رائد أعمال هل في متطلبات؟ هو ما في متطلبات شخصية بس يعني ده إحنا بالأوهر كل الناس اللي عايزين يكون رجال أعمال أنت لازم يكون مسابر مغامر بكلام ده والناس كلها عارفة لكن الواب النسباني دي متطلبات طب هل في عناصر لرائد الأعمال؟ أكيد لازم يبقى فيها عناصر موجودة في رائد الأعمال؟ أكيد بيكون شخصية عنده فكرة مستقلة بيكون شخصية بيتميز بالتخاذ القرار والحزم بيكون شخصية بيتميز بالإيه يعني بنقول إيه الاتزام في التخاذ القرار ما فيش تسرع لو بقولي مريادة الأعمال هو الفكر خارج الصندوق حدركت وفقيني على المصطلح ده؟ أكيد طبعا إزاي يقدر أفكر خارج الصندوق أفكار تكون قابلة للتنفيذ؟ لأن الحقيقة في الجهة الحلقة حدركت ذكرتي شيء مهم جدا إنه مش بس إن أنا أفكر فكرة مختلفة بقى رائد أعمال أنا لازم عشان أبقى رائد أعمال لازم إنه فكرتي دي تبقى قابلة للتنفيذ طيب إحنا ممكن نعمل حاجة بسيطة حسبة بسيطة قريب بنسميها إما وكلنا درسناه في الجمال هو السوات نعلى السس السوات دي هو من أدرس من قطق القوة والضعف والتحديات وأول فرص بعمل التحليل البسيطة وشوف الفكرة بتاعت طب تتنفيذي إزاي؟ طب أشوف الأول هيش فكرة بتاعت دي؟ فعلا أقدر مناسبة لثقافة المجتمع بتاعي؟ خلاص تمام أوكي أنا كده أخدت النمى إيه؟ شفت الفرصة؟ طميم هي موافقة طب خلاص أنا أقدر أوفرها فلوس طب أنا أشوف التمويل هل التمويل هي تمويل شخصي؟ ولا أقدر أخد قارد من البنك ولا أقدر أعمليه قارد من البنك يبقى لازم شروط معينة هلأ أقدر أستوفر الشروط دي؟ طب أنا مش عايزة أخد قارد من البنك وحنان وأخد صوفها من أهلي ومن صحابي والجماعيات والكلام ده كله طب 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 أبدأ أشوف الحديات اللي قدامين من بينافسنا في السوق؟ طب حد تطوع الفكرة دي؟ طب لو الفكرة بتاعت دي غريبة طب مين ممكن أقرب فكرة قريبة ليه؟ طب لو الفكرة بتاعت دي زي مثلا الكمبيوتر أو المطلع زي ما كان فكرة وكان مشروع فبتدأ أشوف فده من سمينه سوات أناعاسس خلاص أو التحديات والفرص والمواطئ القوة والمواطئ الضعف وبتدأ أشوف طب أنا بالنسباني محتاج في المشروع بتاعت ده من تكنيكال يكون معاي هيكورت لنا تلات أنواع من ريادة الأعمال ريادة الأعمال المجتمعية وريادة الأعمال المستدامة وريادة الأعمال التكنولوجية في أي تاني من عنواع ريادة الأعمال؟ الخضراء أكيد طبعا الخضراء؟ الخضراء أي نها المستدامة والفكرة كمان بالدولة بالدعم تلك كلام ده لأفي في السراتيجية 20-30 فيه اسراتيج conclusة بتدعيم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لأن من مهاردة الدولة فيه مشروعات ومتقدرش تتوفرها هتقدر تتوفرها عن طريق والدعامل لأiadت الاعمال المهاردة أو المشروعات ha互 eman دائما تحول لمشروع يعني رائد العمال ده يطلق عليه رائد العمال لغاية غاية قبل ما تحيلوا مشروع هو مشروع ؟ لا معا شوية عمال او لغا رائد عمل ؟ هو استيقى رائد عمل ان هي بيطير المشروعrap وقاء ان هي بيطير طوول الوقت لكن صاحبة انا صاحب مشروع يكون صاحبة محل يكون الصاحب ورشة يكون عاد اعمال لا كده مش رائد عمال لكن انا مثلا طورت ورشة دي وخلت الورشة دي سيانعها عن طريق الروبوت فانا بينا افتت رائد عمل خلاص لأي انا بايت سيانة عن طريق الربود وبدأت تصاميم على المنتجات اللي بتجيلي من بره انما نسلاحه في قطع الغيار عشان تكون مناسبة للبقى المصلة بتاعتي انا بايت رايت عمال خلاص اه لما انا حكون مسلا لما ناسك انا بشكر حضرائك على المصل الرائع ده بتقول لنا الفرق ما بين المشروعات العادية وما بين رائع بالعمل بالزبط يعني مسلا فلنفترض لان انا وصلت حداية 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 ده بيه حداية انا بيعمل مصمار الكلام ده كله انا هاخده المصمار واشوف السمك بتاعه قد ايه عشان السمك بتاعه ده يميسب ما يدخل في الحيطة بتاعتي لا فرع التصميم او هجيب ايه لا تسنع المصمار ده قطوه ده انا بقى الوكيل بتاعه فهنا بقى انا بقى الوقت اعمال وهنا قررت ان انا اعمل ايه استدامة المشروعات طب الشباب لو عندهم افكار ومعندهمش الفلوس اللي يعملوا بيه على الافكار ده برضه انا بقى اسمه رايد اعمال لا نشوف هنا بقى طب معاكش الفلوس وده اكيد كلنا معناش النفس الكلام ده او الكشباب من ده بتشوف ايه القنوات اللي متاحة ليك الدولة فيه قنوات متاحة من الدولة او فيه قنوات متاحة من الدولة طب فيه قنوات متاحة من جهات اخرى او فيه جهات اخرى كتير جدا زي جمعيات الاهلية وزي البنوك وزي كمان المؤسسات المجتمعية اللي بتدعم المشروعات الصغيرة النهاردة على سبيل النساء الرياض عندنا مثل ان الدولة بتشجع او المجس قنوات بشجع رؤدات الاعمال فعندنا مقدر التحويش مجرد ان سيدات بيعملوا جماعية وحد بياخد قرض بدمان الجماعية دي بتدبيع مشروعه فتبتدي مثلا ان السادة دي بتعرف تعمل ايه ما نشوف في السيدات النهاردة انتو بتعرفوا تعملوا ايه من امكانين لحد بيقارفهم الاكل مين اشتر رائدات الاعمال او رائدات الاعمال؟ هم في الالتزام بصراحة رائدات الاعمال وفي الافكار؟ وفي الافكار اللي تنين متساويين طبين ان من الاتنين كل حد من مش عايزة تنسي فينا قبل ان يا دكتورة سهد لا والله لا بس بس هوا يعني يعني سبب بالاحصائيات وده طبع المجلس الوزارة التغطية والمجلس المجلس المجلس المجلسة امكانية اتعبار الاحصاء مجلس كون نبق ان اثبته ان نعزم السادات اللي بتاخد كروة تنين مشروعه التمينين في المنين بيصد 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 شكرا جزيلا دكتورة سعيلة محمود الباحث الاقتصادي والمدير السابق لوحدة ويادة الاعمال بمجلس الشباب المصري شرفتنا ونورتنا وشكرا على المعلومات الوفيرة أشكرا لحدتك مرسي جدا لك أنت تقدر تبقى رائد أعمال وانت تقدر تبقى رائدة أعمال بالتأكيد ده عنوان كبير خلال الفترة القادمة هنشوف مشروط كبير جدا وهنسمع مصطلح ريات الأعمال ورائد الأعمال بشكل كبير جدا المهم أنت تفكر خارج الصندوق المهم أنت تلاقي حلول لمشكلاتك في مشروعاتك بالتأكيد هتكون رائد أعمال استودي الشارع هفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق ونفضل دايما استودي الشارع نبد الشارع المصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر